اهلا بكم متابعي قناة المجلة رغم تأسيسهما اكبر امبراطورية متصلة عرفها التاريخ امتدت من حدود الصين الشرقية وحتى تخوم اوروبا الوسطى فان الكثير لا يفرق بين المغول وحلفائهم من التتار فمن حيث الموقع الجغرافي سكن التتار بالقرب من اوسط اسيا فيما سكن المغول ناحية الشرق وقد تم ادماج التتار في الجيش المغولي في القرن الثالث عشر حيث اعتبر جزءا اساسيا من الامبراطورية المنغولية في ذلك الوقت ويعيش التتار الذي يقدر عددهم حاليا بنحو سبعة ملايين نسمة في روسيا وخاصة في شبه جزيرة القرم وأوزباكستان وأوكرانيا وكازاخستان وتركيا وتاجكستان وقرغستان وأذربيجان ورومانيا وروسيا البيضاء أما المغول فقد عاشوا حول نهر أونون ما بين روسيا ومنغوليا الحالية قبل أن يقتربوا من الصين بعد توحيد جانكيس خان للقبائل التركية يعيش المغول الذين يقدر عددهم حاليا بعشرة ملايين نسمة في الصين ومنغوليا بشكل رئيسي فيما تعيش أعداد قليلة منهم في روسيا وكوريا الجنوبية وقرغستان على الرغم من اختلافهم يشترك المغول وتتار في العادات نفسها وأسلوب المعيشة البدوية إذ كانوا يسكنون في أكواخ قابلة للتنقل واشتهروا بتربية الماشية ومهارتهم في الفروسية إلا أن الفرق كان كبيرا بينهما من حيث اللغة التي كان يستخدمانها فقد تحدث المغول اللغة المغولية في حين تحدث التتار اللغة التتارية بعد انهيار الإمبراطورية المغولية كون التتار مع مجموعة من القبائل التركية الأخرى ما يعرف بالقبيلة الذهبية ولت اعتنق حكامها وأفرادها الإسلام بعد عقود من اجتياح هولاكو لبغداد وإطاحته بالدولة العباسية أما المغول فقد اعتنق معظمهم الديانة البوذية قد تتحمل المدارس وبعض كتب التاريخ بل وربما الأفلام السينمائية العربية مسؤولية الخلط بين المغول والتتار إلا أن الحقيقة أنهما شعبان مختلفان مر بمرحلة من التحالف بعض المصادر التاريخية العربية أشارت إلى المغول والتتر باسم واحد وهو التتار وقد يعود السبب إلى ما ذكره رشيد الدين الهمذاني في كتابه جوامع التاريخ إذ قال إنه في أغلب العصور القديمة كانت الغلبة للتتار وبسبب مكانة التتار في ذلك الوقت أطلقت تسمية التتار على القبائل الأخرى لكن بعدما قوي المغول عقب هجرتهم من شمال الصين إلى منطقة منغوليا الوسطى وأصبحت الغلبة لهم على بقية الأعراق والقبائل في تلك المنطقة ظهرت تسمية المغول الذين كان ينتمي إليهم القائد جانكيس خان بعد معركة عين جهلوت ضعفت شوكة المغول نتيجة الحروب الأهلية التي اندلعت بينهم ومع الوقت دخلت بعض القبائل الإسلام مثل القبيلة الذهبية وكان زعيمها بركة بن جوجي ابن جانكيس خان واعتنق بركة الإسلام قبل اجتياح بغداد في العام 1258 حيث رفض حينها غزوها وحاول إقناع أخيه الأكبر باتو العدول عن هذه الفكرة إلا أنه رفض وقيل إن سبب إسلام بركة خان هو ملاقاته يوما أحد التجار المسلمين من بخارة حيث سأل عن الإسلام وانتهى الأمر إلى أن اعتنق وعقب انهيار الإمبراطورية المنغولية انقسمت إلى ثلاثة أقسام وهي القبيلة الذهبية في النصف الغربي من السهوب الأوراسية في العام 1313 والإلخانيون بإيران والعراق في العام 1295 والتشاغانيون في موراء النهر في العام 1326 أما التاتار فتمكنوا من تأسيس دولة قوية تحت قيادة القائد العسكري الشهير تايمور لانك الذي اعتنق الإسلام حتى تمكنوا من هزيمة السلطنة العثمانية وأسر السلطان بايازيد وبسطوا نفوذهم على مناطق شاسعة في أواصط آسيا وجنوب أوروبا والأناضول قبل أن تنهار الدولة تماما مع موت تايمور لانك في العام 1405 للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من مليون مشترك وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر